أهلا بكم وبتفاوض اليوم الثالث فرضت كتائب القسام نقطة التسليم وخرجت من قلب الشمال ومعها 17 أسيرا بينهم 14 إسرائيليا وبالمجان قدمت مواطنا روسيا عربنا تقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية واستجابة لجهود أبو علي بوتن ومن نقطة التسليم شمال القطاع أرادت حماس توجيه رسائل مباشرة للإسرائيلي تقول إن أسراك كانوا تحت مرمى طائراتك وخرجوا من بين ركام الأماكن التي قصفتها وإن استخدام القوة لا يؤدي إلى الإفراج عن بقية الأسرا ولعل أبرز تلك الرسائل جاء عبر نقض الرواية الإسرائيلية من أن قيادة المقاومة تخلت عن فرعها الشمالي بعسكره ومدنيه ونزحت إلى الجنوب كتوطئة وتمهيد لأي عمل عدواني يتحضر له العدو بعد انقضاء فترة الهدنة المؤقتة خصوصا وأن قائد أركان جيش الاحتلال صادق على خطط العمليات العسكرية ما بعد الهدنة وأحالها على محكمة المجلس الحربي العرفية التي تلتأم الليلة بأضلاعها الثلاثة نتنياهو وغالنت وغانس ونتنياهو القادم من زيارة خاطفة عاين خلالها الجنود في غلاف غزة وقد مثلت أمامه مشاهد الطوفان حاول رفع معنويات جنوده بمواصلة الحرب حتى النصر لكن واقع الميدان أثبت أن نتنياهو الذي ذهب بحربه ضد القطاع بعناوين تصفية حماس وقياداتها وتدمير القطاع وتهجير سكانه لاستعادة أسراه عاد على خيبة القبول بالهدنة ليستعيد بالتقصيد ما كان بإمكانه الحصول عليه بصفقة تبادل شاملة على المقلب الفلسطيني نالت القدس حصة الأسد من الأشبال المفرج عنهم وفي مقابل مشاهد تلويح الأسرى الإسرائيليين بأيادهم وهم يودعون عناصر القسام بالضحكات كانت شرطة الاحتلال وأجهزتها الأمنية تلقي القنابل الدخانية والغاز المسيل للدموع على ذوي الأسرى والجموع التي احتشدت في القدس ورامالله لاستقبال أولادهم المحررين وذهبت في اعتداءاتها إلى فرض حصار على الفرح وقمع الأعلام لعدم نقل صورة أسيرات الدفعة الثانية وعلى رأسهن أيقونة الوجع المرئي إسراء جعبيس وأقدم أسيرة في سجون الاحتلال ميسون الجبالي وعميدة الأسيرات شروق دويات صاحبة أعلى حكم في الحراك السياسي وفد قطري عاين بالعين المجرد أحوال القطاع وأهله وتفعيل الخطوط الساخنة بين ثلاثية قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن تمديد الهدنة وعليه أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياه اليوم في حين وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير ترافقه رئيسة البرلمان الألماني إلى تل أبيب في زيارة تستمر يومين على أن يتوجها لزيارة كل من سلطنة عمان وقطر وكان الرئيس الألماني استبق الزيارة بموقف منخفض السقف وإلى قوله بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دعاها للامتثال للقواعد الإنسانية والتراجع خطوة إلى الوراء في المواقف الدولية الدعمة لإسرائيل عن بداية الحرب لم يكن سوى نتيجة حتمية لصمود الميدان وانكشاف زيف الرواية الإسرائيلية وتدرج الإعلام الغربي في تظهير معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة القضية المركزية إلى قائمة القضايا الدولية بفعل ضغط الشارع في كل العواصم وإلى ما تقدم فعلت إحدث الساحات فعلها من المقاومة العراقية وضرباتها الموجهة للقواعد الأمريكية في العراق وسوريا إلى اليمن التي تسيدت قرارها بسيطرتها على موانئ البحر الأحمر وصولا إلى المحيط الهندي وقد أعلنت اليوم أسر ناقلة نفط إسرائيلية ستقدمها هدية مع الباخرة جالكسي ليدر لأهل غزة وتترك لهم حرية التصرف وأمام هذا المشهد نعت كتائب القسام أربعة من قادتها العسكريين استشهدوا في بدايات المعركة في مخيم جباليا فكانوا جنودا وشهودا على تطور قدرات حماسة العسكرية ومسار غزة بهدنتها المؤقتة أعطى دفعا للآليات القطرية والفرنسية لإعادة جرف الثلوج السياسية من أمام قصر بعبدة المتراكم بمواقف انسدادية لدريان الأربعاء في بيروت أبو فهد حط وطار استطلاعا والسفير القطري يستجمع الآراء وكله سيطلب هدنة من السياسيين اللبنانيين لبدء مرحلة التفاوض على الإفراج عن اسم رئيس الجمهورية وتحريره